بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل عرض الـ styles بتاعت الـ CNC turn center ومازلنا مع الـ 20 spindle horizontal يقول لي some two spindle turning center have opposing spindle commonly called sub spindle turning center نشوف النوع ده ونشوف بيشتغل ازاي هذه بيقول لي هذه عندي المين spindle يبعا عندي two spindles هذه المين spindle وهذه الـ sub spindle وهذه هنا المين spindle ترت والـ sub spindle ترت تعال نشوف الأكسيز اللي بتتحرك فيها المشين لو شفنا الأول المين spindle نلاقي برضو عندنا X axis برضو في عندنا X minus وفي X plus لو التول بيتحرك towards the axis of the work piece يبعى X plus لو التول بيتحرك away from the work piece يبعى X plus نشوف Z axis نفس الكلام في Z minus وفي Z plus if the tool moving toward the chalk يبعى X minus if the tool moving away from the chalk يبعى Z نقول الكلام ذا على المين spindle هالي sub spindle لنفس الكلام نعم نجد أن sub spindle نفس الكلام في X axis which control the diameter and the axis which control the length يقول لي هنا أن أنا عايز أعرف ما الفرق بين sub spindle turning center و 20 spindle vertical هورزونتا التي اتكلمنا عليها من شوية قال لك تعال هنا ده المشين دي فيها ميزة حلوة ألا وهي أني أنا بقول لك أن أنا أقدر أشغل ال work piece بتاعتي دي أقدر أشغلها من الناحياتين من هذا الاتجاه ومن الاتجاه الأخر طب إزاي ده هيتم فبيقول لي this kind of machine can machine both ends of the same work piece in one cycle مش محتاجي أني أنا أطلع من السايكل اللي أنا شغال فيها فبيقول لك دي أول حاجة هنعمل إيه خلصنا الجزء خلصنا ال work piece في هذا على ال mini spindle فبنعمل إيه بيقول لك شو بقت تعالى كده بيقول لي أول حاجة هعملها إيه machine first half خلصنا خلاص انتهت فهعمل إيه هاجة أقول أن هنا بيحصل أن sub spindle زي ما أنت شايف هصله إيه extend extend إيه عشان يعمل كلام بين ال work piece ودي هنا أو بين الجزدين الفكوك بتاعت المين spindle دي بتتفتح ودي يعمل كلام بي sub spindle وياخد الشغلانة ويقول لك بعد كده النمر الثلاثة سب spindle يرجع تاني في مكان طب وبعد كده يحصل ايه تبدأ ال sub spindle تارت يبدأ يعمل عملية ايه التشغيل للاتجاه الآخر من ال work piece ودي اهي يقول لك اهي machine second half in sub spindle وبكده نكون خلصنا هذا الجزء ونراكم ان شاء الله في مقطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته